الجهاز اللي ويانا اليوم هو واحد من اكثر الاجهزة اللي راح ينافس وبقوة بالفعل الاقتصادية بالفترة القادمة الجهاز اللي نتكلم عنه هو الشارك 8 من بلاك فيو اذا حابت تعرف مميزات ومواصفات وعيوب الجهاز انصحك تتابع الفيديو للاخير حتى تعرف كل هاي التفاصيل سلام عليكم متابعيني العزاء رجعتوا ياكم وفيديو جديد اخوان شوف بالبداية هنا راح انطيك سعر الجهاز حتى تعرف انت القيمة مقابل السعر اللي راح تدفعه من اذكر لك مواصفات الجهاز انت تقارن هذه المواصفات مع السعر اللي هو 185000 دينار عراقي بالاضافة الى ايربود وضمان يوصل عندك للميتيوم للشاشة في حال انكسرة الشاشة هنا راح تحصل على استبدال مجاني هذا كله راح تحصله من الوكيل اللي هو بي سي اي طبعا قبل لا تشتري الجهاز حاول تتأكد من وجود الملصق مادة الضمان اللي هو بي سيء مثل ما قلت لك موجود على الكارتون حتى تضمن حقك فسا خلنبديوكم بالتصميمات الجهاز ونانة الجهاز يجي عندك بثلاثة الوان اللون الاول راح يكون هو الاسود واللون الذهبي وكذلك عندك اللون الازرق فنانة الجهاز يجي عندك من الخلف بحلقة بيها الكاميرات وايضا اكو حلقة راح تشتغل عندك بيها انارة LED من تخلي الجهاز على الشحن او من يجي لك اشعار على تطبيق معين انت هنا راح تقدر تخصص هذا الاشعار او تخصص هذا الاضاءة على يا لون او على يا اشعار من يا تطبيق راح يجي لك فحتى تقدر تعرف انه الاشعار اللي يجي لك اذا تشنت بعيد عن الجهاز مثلا تخلي اخضر للواتساب فراح يظهر عندك اللون اخضر فراح تعرف انه هذا الاشعار اجي لك عن طريق تطبيق الواتساب اما من اليمين راح يجي الجهاز عندك بزر خفض ورفع الصوت وكذلك زر الباور اللي بنفس الوقت هو راح تكون البصمة بيه مدمجة وبصراحة من خلال استخدام لهذه البصمة الاكثر من يوم لاحظت انه البصمة سريعة وكانت تفتح من اول مرة وبصراحة ما بيها اي مشاكل يعني تقدر تعتمد عليها باستخدامك اليومي اما من اليسار راح يجي عندك منفذ للشريحتين والرام فهنان الجهاز تقدر تضيف لشريحتين والرام بنفس الوقت ما عندك اي مشكلة اما من الاسفر راح يجي الجهاز عندك بمنفذ شحن تايب سي اللي راح يكون ايضا بقدرة شحن 33 واط مع منفذ للسماعة الخارجية لـ 3.5 ملم وكذلك للسماعة الرئيسية اللي بالجهاز هسا خلنا انتقل للجزء الامامي مات الجهاز واكيد راح تكون هنانا الشاشة بحيث الشاشة تجي عندك بحجم 6.78 انج وبدقة 2.4 كي ومن نوع الاي بي اس ال سي دي وبتردد عالي يوصل لـ 120 هيردز مع دعم لـ 16.7 مليون لون صح هنانا الشاشة ال سي دي لكن بصراحة راح تلاحظ تشبع الالوان الواضح بيها فهنان راح تنطيك عرض محتوى ممتاز وجيد وهنانا شاشة تجي عندك تستحوذ على 90.18 بالمية من حجم الجهاز الكل فبالتالي راح تكون عندك هنانا الحواف خلي نقول جيدة ومقبولة بالمقارنة مع سعر الجهاز مع 500 شمعة ونتز كسطوع للشاشة يعتبر هذا الرقم هو المستخدم اكثر شي بهاي الفئة السعرية صح مو افضل شي للاستخدام بالخارج بس هنانا الشاشة مع تشبع الالوان الواضح بيها راح ينطيك تجربة استخدام مقبولة بالخارج وتحت اشعة الشمس شوف من اهم الشغلات اللي ممكن تركز عليها متريد تشتري جهاز هو اكيد المعالج هنانا الجهاز يجي عندك المعالج الهيليو جي 99 من ميديا تيك وبدقة تصنيع 6 نانو متر هذا المعالج بصراحة تكلمنا عليه باكثر من فيديو لكن هو المعالج اللي ينطيك اداة قوي وجيد خاصة بالالعاب بهذه الفئة السعرية بحيث هنا راح ينطيك تقريبا من 40 الى 60 فريم حسب نوع اللعبة ودعم اللعبة للمعالج اكيد بحيث بلعبة بوبجر راح تحصل على 40 الى 50 فريم وبلعبة أسفلت 9 راح تحصل على 60 فريم وبصراحة استخدمت الجهازة هواي بالالعاب ولفترات طويلة ما لاحظت حرارة قوية بحيث انها الحرارة كانت طبيعية واكيد الفضل يرجع لنظام التبريد المستخدم بالجهاز وحتى بعد ما تلعب لفترة طويلة راح يكون الاداء عندك مستقر وما يصير عندك دروب بالفريمات وهنا المعالج ايضا يقدم لك تجربة استخدام من ناحية التصفح او استخدام مواقع تواصل اجتماعي راح تلاحظ السلاسة بالاستخدام مع 120 هيردز تردد الشاشة اكيد راح تحصل على افضل تجربة للاداء بهذا السعر وهنا ايضا الجهاز يجي عندك برام 8 جيجا بايت وتقدر توسع عليه 16 جيجا بايت عن طريق الذاكرة الداخلية اللي راح تكون هنا ميتين وستة وخمسين جيجا بايت ومن نوع اليو اف اس 2.2 البطارية بالجهاز الجهاز هنا راح يجي عندك بطارية بسعة 5000 ملي امبير مع شاحن سريع موجود بالعلبة بقدرة 35 واط اللي راح يشحلك الجهاز بالكامل خلال 72 دقيقة وكانت تجربتي البطارية بصراحة ايشوفها ممتازة لان المعالج المستخدم هنا يجي بدقة 6 نانومتر مثل ما ذكرنا اللي راح يقلل من استخدام الطاقة فهنا البطارية انطتني استخدام تقريبا لمدة 3 ايام وكان استخدامي متوسط استخدام الشاشة وصل لثمان ساعات وكان من ضمنه الساعتين تقريبا العاب ويوتيوب على مسلسلات ومواقع تواصل فبصراحة هنا البطارية تعتبر ممتازة فاذا كان الاستخدام ماتك للجهاز مكثف يعني ممكن تنطيك الاستخدام يستمر لمدة يوم كامل بدون ما تحتاج تشحن الجهاز بالنسبة للكاميرات الجهاز هنا يجي عندك بكاميرا اساسية بدقة 64 ميجابيكسل وبمستشعر من سامسونج والفتحة العدسة راح تكون هنا الاف 1.97 راح اخلي نتائج الكاميرا قدامكم وانتو كتبول رأيكم بالتعليقات شون رأيكم بالدقة ما للكاميرا والجودة ايضا اما عن نفسي اشوف الكاميرا هنا تنطيك صور جودتها جيدة لان اغلب الاجهزة بهذا السعر تكون متوسطة وهنا الكاميرا تصور لك فيديو بدقة التوكاي ب30 فريم مع كاميرا امامية بدقة ل13 ميجابيكسل ايضا بمستشعر من سامسونج تنطيك صور جودتها مقبولة وهنا الكاميرات اكيد تدعم الذكاء الاصطناعي اللي راح ينطيك تعديل على بعض تفاصيل الصور كذلك اننا موجود بميزة الفوكس في اللايت هنا الجهاز راح ي الصفحة اللي تكون مظلمة عندك راح ينطيها ضوء حتى تكون الصورة او الفيديو اللي تصور من خلال الكاميرا تكون الاضاءة ماتت متوازنة هذه اكيد شغلات مميزات تزيد من قيمة الجهاز وتضاف اليه نقطة مهمة لازم اتكلم عنها اللي هي واجهة الاستخدام اشوف مرات بعض التعليقات تتكلم عليه واجهة الاستخدام اللي هي الدوك او اس 4.0 انه بيها بعض المشاكل بصراحة من خلال استخدام الاجزة بلاك فيو والاكثر من جهاز والفترات طويلة اللي لاحظت انه واجهة الدوك او اس واحدة من اكثر الواجهات المستقرة والخفيفة والسلسة وبسيطة ايضا بالاستخدام واللي مشاكلها دائما تكون قليلة جدا فهنا بصراحة الواجهة تقدر تعتمد عليها كاستخدام كتقليب كأنيميشن استخدامها مثل ما ذكرت انه بسيط وسهل وتقدر تعتمد عليها وما بها اي مشاكل تقريبا العيوب ما تتجهاز هنا نشوف اخوان بصراحة من اسموا مراجعة على الاجهزة اللي تكون بالفلة اقتصادية احاول دائما اتغاضى عن العيوب اللي موجودة لان اخوان خلينا نكون واقعين هنا كل الشي بسعره اكيد فهذه الشركات قاعدة تنطيق قيمة مقابل سعر بشكل واضح لكن هنا اخلي ببالك انه هذا الجهاز بي ملاحظة او بي عيب بسيط انا اشوفه بحيث ان هذا الجهاز يجي عندك بسماعة وحدة يعني الصوت مو سيريو اكيد صوت راح يكون عندك عادي لكن شوية الصوت ناصي ايضا يعني لو كان الجهاز جايب دبل سبيكر كان صار بصراحة الجهاز شبه متكامل بهذا السعر لكن هنا المعالج الموجود بهذا الجهاز انا اشوفه يغطي لك على هذه المشكلة او على هذه السماعات بالنهاية شنو رايك بسعر الجهاز بالمقارنة مع المواصفات اللي ذكرته وهنا راح تشتري او لا واكتب لنا رايك بالتعليقات اذا تشنت انت عندك هذا الجهاز اكيد رايك راح يكون مهم فإذا شفت المحتوى يستاهل اللايك والاشتراك بالقناة اتمنى تشترك وتفعل جرسة الاشعارات كانوا يوكم اخوكم مهند نلتقي بفيديو قادم ان شاء الله حياكم الله ونورتوني و اهلا وسهلا بكم